سنة الخفاجي ونواب البصرة الآخرين الثانيين المستقلين ونواب بابل ونواب آخرين في محافظات أخرى للمستقلين فقط وخصوصا تحالف العراق المستقل لما تيجي يقدم واحد طعن بمحطات اثنين ويجي العدو الفرز والتشيك لأربع محطات أخرى لم يقدم بها الطاعن بالموضوع وتسعد للجل القضائية تقول يا بابا هذا الطاعن هذني الأربع مقاعد خلغون أربع محطات إليه ويسعد فرقه هو ما مقدم طعن بالأربع محطات ما مقدم السيد هيثم بالبصرة هيثم الفهد ما مقدمين طعن ضده بمحطين يجيبون مركزين ذني عفوا مركزين ما محطين يحرقوهن ذني المركزين ذني بيهن التقاطع بصمة ولقينا بيهن تقاطع بصمة ولازم يحترقين ما مقدم بهن طعن الرجل عندنا الأدلة والثوابت والإثباتات ويحرق المركز حتى يسعد الأخ المنافس 24 صوت من وين؟ من البصرة لا اللي صعد من أي جيب من الفتح من الفتح طبعا من الفتح زين وهذا الأربع وعشرين صوت لما نوصل لهذا المقاعد لهال المحطين وينتهن يصدر أربع وعشرين صوت يتوقف هنا أنا هاي ردسل هالسؤال هل من الممكن أنه أنا مقدم طعن طبعا هو تدري بعد الطعون انتهت زين ملحقوا الطعون فتحوه قدموا الطعون لأخوان وانتهى أيضا زين لما أنت مقدم طعنيا بمحطين أو مركزين واني أدمج لك مركزين أخرين حتى أنت صواتك تسعد حتى حلق لك يعني حتى صواتك تسعد لأن الفرق 170 صوت هاي شنو معناه؟ بس أنا هذا كلام خطير إذا أنت تتحدث الآن عن هيئة قضائية تماما؟ شوف شوف اسمح لي الهيئة القضائية ودت الطعون بقبول الطعون لمركزين المفوضية في البصرة قلت العدو الفرز لأربعة يعني ما لأ علاقة بهذه القضائية من يمها من يمها وصعد التقرير بأربعة من يمها مو من يم من مو من يم القضايا لا ما لأ علاقة لهذه القضايا لذلك لما رحنا نعاب أخواني هاي الأوراق تفضلوا أخذوهن زين بموضوع الحلة القصة الثانية أنه الطاعن طبعا هو زميننا وأخونا وصديقنا وعزيزنا لكن هذا شيء قانوني وقضايا مو القصد منه أنه طاعن بأخونا لا بالعكس صديقي وعزيزي وزميني لدورة السابقة لكن الطاعن اللي قدم قدم على أساس هناك تأخر في غلق المحطات عدنا ستة هلاف محطة متأخرة للغلق مالح بس عرفتوا ما الأمير المعموري المحطة هاي تأخرت عجيب ستة هلاف محطة زين ليش ليش هذا البذات ليش